فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أما إذا صلى إنسان منفرد أو صلى بجماعة يرغبون التطويل فليطول بهم ما شاء حسب رغبته ورغبتهم والخير لا يمل والله جل وعلا يقول فإن الله لا يمل حتى تمل فهذا هو المقصود في هذه المسألة فنحن لما أمرنا بإتمام الصلاة وأمرنا بالتخفيف وإن نرجع نرجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تحديد ذلك لأنه لم يحدده لنا إلا اللهم ما ذكر لمعاذ قال اقرأ بالليل إذا يغشى فهذا كمثال